الربح للعيب والخسارة للمدرب بس أنت بتحس حالك underrated وأول ما بلشت تدريب قلت هاي دي مشكل عاصف صار بالتمرين اللي كان هجوم كتير كبير علينا خاصة من جمهورنا زهقوا من الربح بتصدق ولا لا قلت لهم ما حدا بقى يقل لي رو ما بدي اسمع الكلمة دي أول مرة بحكي فيها هاي دي يعني إن شاء الله ما تزعي لحدا بيقولولي إنه ما لك محل ممكن كانت ظهرتوا من الرياضة خير لقلو ما بعطي وعود ما بقدر قوفي فيها كوتش مظلوم أمير بمطرح معين باعتذر منكن ما قادر اسعدكن كلكون إذا ما حتشوت حتوقت برا أربعة مليون كوتش بلبنان يعني يعرفي إنه أنا وصلت للمكسيم أولاد أحمد فران ما بيدرب إلا الرياضة وما ربح إلا مع رياض لعربحت مع بيروت فري ركبته من السفر شو بدأ أعمل فيك مهمش ما حدا بيحب يقول إنه كوتش أحمد عمل نتيجة كوتش أحمد أهلا وسهلا فيك شكرا لقالك شكرا لقالك عملنا حلقة تحت الهواء مية بالمية وصرت مرتاحة عملنا وورموب مثل ما بتقولي شكرا لقالك كتير على الاستضافة شكرا لقالك كوتش بعرف هيكي ورا بعضون وعجقة وهيكي بدأي لك مبروك كمانا أولا هيدا تالت مرة تربح هيدا البطولة صح باك تو باك وتالت مرة حمد الله وتسع مرة للرياضة أصبوط ألف مبروك كوتش إلى طعم خاص تعتبرها يعني كايند أوف انجاز هيدا البطولة خاصة أنه كانت من أقوى السنين أنا بحضرها إلى فترة يعني كانت من أقوى السنين هيدا السنة أنا بأعتقد هيدا أقوى نسخة بتاريح بطولة دباي وفي واحدة بتذكرة أنا كانت مع كوتش فواد أبو شقرة كمان بازر بيتر مع فادي الخطيب ضد فريق زين الأردني سو بأعتقد هيدا دول النسختين بس هيدا كانت صعبة كتير تولف تيمز تن دايز ايد جيمز سو كانت عن جد عن جد متعب كتير ما نقدر ناخد نفسه مجموعاتنا نحنا لو أنا فيها كانت كتير قوية منتخب تونس السلاو كله بيلعب فيزيكل وفريق أهلي بن غازي اللي هو بطل الدوري هذه السنة نصر الإماراتي عمل مفاجأات يعني نحنا ما كنا متوقعين أجوا وعملوا مفاجأة وفريق الحكمة داربي بيروت بمجموعة واحدة فكانت كتير صعبة التحضير منتلي صعبة وفيزيكلي على اللعيبة ونحنا كجهاز فني نحضرها فكانت بأعتقد مش هقلك أهم أنجاز بالكارير تابعولي أو أهم كب لأنه آخرت النهار هي تورنيمنت فرندلي تورنيمنت أكيد بيضل طعم بطولة لبنان وبطولة آسيا اللي ربحتها إلون معزة خاصة بقلبي بس هاي دي من الأصعب كانت والفوز على الفريق الفلبيني المدجج بلعيبة عكل البوزيشنز يعني حتى في عالم ما شافت شغلي أنه غير اللعيبة جاجا كان فيه اتنين من أهم المدربين على صعيد العالم وعلى قارة آسيا كانوا أدفايزر للكوتش الفلبيني أنا في حدا نخبرني هونيك كان براين جورجيان كوتش منتخب أستراليا وورا كان تشيف أدفايزر تورو من رايكو اللي هو أول مدرب جيب لقب آسيا لإيران وهو المدرب اللي عمل النهضة بكرة السل الفلبيني استقدموه بعد مفاز مع إيران دول كلهم كانوا مجندين كريمال يساعدوا دول ستاف اللي هو أورادي فيه ثلاثة أربعة مدرب هن جايين يربحوا على فكرة أكيد يعني يعني تبيت طبعا دوايت وكل شي حتى عمل حركات قبل الجايم يعني خلاص فيت بمنتاليتي ربحان ربحان المباراة نحنا كنا لوقت إن أنا اللي بدي أقوله أنه كل مرة نحنا دايماً لما نكون مسافرين بيكون في ديسبلين بس هالسنة الديسبلين كان 200% سد اللعيبة ما شفنا الطريق إلا ملعب أوتال أوتال ملعب لا أولك كان عندنا أسرار كتير أنه بدنا نربح وكان عندهم حماس الشباب أنه رح يلعبوا ضد لعيبة نبي آي والحكم معنا كمان هذا بيعطيك حافزي يكون تركيزك كتير عالي كل الوقت ديسبلين كان البيهيفير كتير عالي وبوزيتف فيبس كل الوقت كل جيم كنا عنا نلعبها عم نعتبرها فاينل والجمهور بضباي أنت بتجي دايماً بتشوف اللي هناكها خاصة بحمسك تلعب قد ما بيجوا بيكونوا عطشانين ليشوفوا الفرق اللبنانية سو بصيروا يقرجوك حب طالع من القلب بينطرونا براً نحنا وظاهرين سو ما فيك تلعب بأقل من كل مجهودك يعني ما فيك إلا تحطي ميتان بالمية دايماً فرصة كتير كبيرة أنه تلعبي بضباي حد هيدا الجمهور الكبير والحلو والمحب لقرات السلة سو برجع باللي كنا من قبل ما نروح حاطين هدف أنه بنا نربح وأنا عن جد كنت بارح قلتها يعني مع غياز أنه كنت مرتاحة كتير عندي كانت شعور إيجابي أنه هنربح منتلي وكان الفريق صار له فترة بطلوع من بعد ما درنا نربح على بيروت وعلى الحكمة بالدورة كان عندنا معنويات كتير عالية وكملنا بإيجابيه كتير كبير ولقط الفريق بعد ما نحنا كنا بدايتنا كتير بطيئة أجانب كان ما فيه استابلتي بالأجانب وفيه كان هجوم كتير كبير علينا خاصة من جمهورنا مطالبين أنه نغير الأجانب سو صبرنا إن كان كجهاز فني وكإدارة صبرنا عطفنا مثل ما بيقولوا لقب بطولة دبي من وراء هيدا الصبر مش هيني أبدا تعرفي بلبنان دغري بصير بانيك مود بدأ أحكيك فيهم هولي الأصص دغري إنه بنا نغير أجنب بنا نغير مدرب بنا نغير شي انت كتير تعرضت لهو دي الأصص كوتش أنا بدي أحكي كمان عن هيدا البارت بحياتك كتير مهم المدرب يكون قوي بدأك تكون strong ما أنتلي رح أوصل لهول الأصص بس هيك في كم حدا كمانا كوتش سألني شو رأيك مثلا ب دوباي تورنيمنت شو رأيك فيها شو سلبيتها شو إيجابياتها بدي أعرف وجهة نظرك شو إيجابياتها وشو سلبيتها وشو بتضيف لألنا أول شي هي هلأ صارت بطولة دوباي يعني فيك تقولي صارت على الكالندر تقيت الفيبا يعني إذا هم تطلع كل اللي عم يعمل ري بوست و بوستن الفيبا إيجيا الأكاونت الأوفيشل تبع فيبا إيجيا صارت دورة باعتقد معترف فيها بغض النظر أن هي بتجي بنص الموسم وبتعطل الدورة بس كمان فرصة كتير كبيرة للأندي اللبنانية كرمال يروحوا يسوقوا حالهم ببلد تاني في جالية لبنانية كتير كبيرة كل الأندي اللي طلعت كان هدفها تشوف سبانسر جديد تشوف أفاق جديدة وهي دي باعتقد محطة كتير كبيرة وحتى نحن كرياضي استفدنا منها قدرنا نعمل سبانسرشيب إن كان مع مطعم الصفط اللي بوجه له تحيي كتير كبيرة اللي دايما بيهتم فينا من الآي للزي فكتير كتير هيدا الشي وبرانس فورلس صار عنا سبانسر في عالم في إكسبوجر تخديب ودبي له كتير قصص وفوائد فبعطيت كمان عالسنة أربع مفرق شاركوا كل ياتهم كان عندهم هيدا الهدف إنه يشوفوا أفاق جديدة سبانسر جديد كتير قصص جديدة سواء أنا بعتقد هيدا أهميتها أكتر ماركتينج وحتى على الصعيد إذا بدأ أحكي على صعيد الفريق مية بالمية ميتش أحمد لفل اللي الأبن عليه كتير عالي كمان مش بس اللفل يعني إنك تنام وتقوم تقعد مع اللعيبة يصير فيه كامستري بيناتهم هيدا بتفيد ما بتضر وبخبرك شغلي أنا ورجعة خبرك شغلي صارت هلا بعد بدي أعرفها كتعم بقرأ جبت كتاب لمال روبينز اسمه The High Five Habit بقلب الكتاب أنا عم بقريب الطيارة سعبت مياه ما بتصدك أنا عرفتني الجيك أنا كتعم بحضر بس كتت مكتوب إنه اللعيبة يلي أكتر شي بيعملوا هاي فايف لبعضهم بالنبياي عندهم بربابيليتة يربحوا البطولة أكتر من الفريق يلي ما عنده بادي لانجوج فيه تجينث مع بعضه في تفكر إنه عن جد قدي هايك بطولات بتقدر تقرب اللعيبة بين بعضه لأنه هون بلبنان بيتمرم بالآخر بيضوا يفلع بيدي يعني بقال لي خلص شفتك مبارح واليوم وبكرة يعني تصديقا على حكيك نحنا كانت الترنينج بوينت لقلنا بعد خسارة الهومنتمن هي السفرة هايدي اليومين على سوريا وقتا عن جد كان مش مع وبعدنا اللي هلأ بحكي فيها أنا وستاف إنه الترنينج بوينت لقيتنا كانت هي هايدي السفرة اللي رحناها بالبعص مع بعض ساعتان ثلاثة ونزلنا على الحدود وعادنا مع بعض وأكلنا مع بعض وكننا بالأوتال مع بعض ولعبنا الجيم وقدرنا نحقق نتيجة كبيرة قدام جمهوري كتير كبير من بعدها كل شي يعني نحنا على 14-0 رن عاملين بين وصل وبين لبنان وبين دوباي كل شي بغير من التيم بوندينج فهذا تصديقا على حكك ألف بالمية صح من بعدها أجت سفرة العراق كمان ساعدتنا أكتر وأكتر إنه عم نخوض تجارب جديدة بالنسبة لأ قالنا بلادي جديدة عم نروح لها مع بعض كأيد وحدة صحي دول الجيمات عطونا دفعة معنوية مخيفة مع أنه كانت أنه لازم نربحهم مباريات بمتناول الإيد بس السفرة وبينك تجذر مع بعض كفريق هو اللي كان عطانا هيدا لتيون كرمال نقلع آه بدايتنا كانت بطيقة كنا بعدنا شوي اللعيبة كل واحد راسه بمحل جايين من بطولة العالم فيه تعاب موسم طويل جاي بعد ربح عاملة ثلاث ألقاب هيداك الموسم صمنا هيني ترجع أنت لتعمل تيونين للعيبة وتحطيهم أنه خلاص خلينا نرجع على الأرض الواقع عنا بطولة جديدة عنا موسم جديد جاكا كتير صعبة تحافظة على نفس الهايب وعلى نفس المعنويات ولهذا للعيب تقري له أنه خلاص بدنا نلعب نرجع نربح هو ربحان عم بيربح عم بيربح كتير صعي طلعت معي يا كوتش أحمد زهقوا من الربح بتصدق ولا لا يعني عن جد الواحد ما بيعرف شو فيه بيراس اللعيب ويراس حيالا إنسان يعني طلع فيه شي بدأ أسألك يا لأ أنا إذا بدأ أحكيك بمواضيع حساسة بحكيك بالإنجليش لا لا عادي عادي لأنه قالوا لي أنت بس تعصب بالملعب ويقولوا لك روء بجلد إذا قالوا لك روء بجلد راحت فيرل مظبوط روء 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 قلت لهم ما حدا بقى يقل لي روء ما بدي أسمع الكلمة غيروها بكون أنا أنا بحسها الكلمة بتعصبني أكتر أحسن شكلك بتحب الغنية هيك شي كوتش بدأ أجع شوي هيك لورا بدأ أعرف أصلا كيف أصلا كم أصلا قلت بالجملة بدأ أعرف كيف بلج حبك للعبة كرة السلة بحكم أنا أنه خلقان وربيان بوج الناد الرياضي هذا الناد الرياضي هذا بيدي 25 متر كنت صغير ما قدر أوصل على حفة البلكون تطلع من الحديد كان الرياضي ما في سقف كان بس في شجرة كتير كبيرة مغطيئة على الملعب وبوقتها صارت الحرب التمانينات تسعة وثمانين تسعين ووقف النشاط بالناد الرياضي تسكر وكان نقصف يعني الملعب ورجعوا بـ 92 كان صور عمري أنا 11-12 سنة بدي أنزل بدي بدي شوف شو هيدا اللي جوا صار فيه ملعب مسكر وكذا كان فيه بس بالنادي وقته أحمد شاكر هو بيكون نجله لجودة شاكر أبو حاصن كان هو الوحيد ونحنا من عمر بعض يعني ما في غيرنا بالنادي ما في حدا وفريق الأول بس عم يتمرن كان فيه إيفان أداشكو إجا وحبت كثير أقعد هيك على المدرج ما كان فيه كذا شي تعمله غير البازكت كان فيه بيمبون فيه بيمبون أنا لعبت بيمبون لعبت بيمبون نقيت بيمبون بس بالجايم تسجع البازكت كنت لعبه كبنان كتير قد ما بديك أنا يعني فيك تقولي لسنة الـ وقفت السبور كليا وقتها عورت تسعة عشر وقتها وقفت بالتسعة عشر سنة مظبوط بس من بعدها لما تحسنت وتعالجت وكذا رجعت ألعب دايما فوتبول باسكتبول بيمبون هكت سلاحي ما الإثابة كوتش كانت بركبتي وقتها زحطت زحطة قوية بالرياضة وكانوا البنشز من زمان اللهم إجران حديد ففاتت إجري بالحديدة وفاعت يعني فأخذت كتير وقت ومن زمان كانت مش متل هلا قال فكانوا يقولولك جفصني وعدي وطهيك ومن بعدها أنا حسنت أصحابي صاروا بالفريق الأول وعز علي كتير روح على غير نادي جرب حظي كم سنة لعبت تقريبا؟ لعبت أنا من under 14, 16, 18, 19 كنا بآخر فريق خسرنا فينال بطولة لبنان آخر مرة ضد الكهرباء بوقتها بسنة 98 كنا غالب رضا عمر الترك علي فخر الدين حسين توبة كلهم اللي صاروا بعدين لعيبي نجوم فأنا بوقتها عز علي أن روح على نادي تاني مواصلت كانت صعبة ما كان عندي لقجري عندي سيارة وما سيارة ما كان عندي على أصص كلها فضلت بالرياضة لحد ما عملوا أكاديمي فكنا قادين كل ياتنا هيك شباب النادي بفوت حجنا زيب أوجي على الملعب وقتها بوجره تحي مين حابب يعمل مدرب بالأكاديمي أول واحد رفع إيده وأنا ما بعرف ليش رفعت إيدي قال لي أوكي السابت الساعة الساعة تسعة الصباح تعال عندي جيت لعنده وبيعرفني أنه أنا كل يوم بشوفوني بالنادي يعني أنا قابل كل الشباب هيدول يعني أنا مساء تعرفت على أحمد حنتس ومحمد حنتس وقتها باللونج بيتش والبحر بالصيف تعالوا جربوا الأبو معنا باسكت سواء لميتهم للفريق وعملت فريق بوقتها صرنا فريق ناشئين بعدين إجا غالب أنت بتحس كان معقول تعمل اسم بالباسكت أو لا اللي كنت عارف هالأطفاء عادة لكن ما كنت كتير حاسس مع أني كنت ألعب نيح يعني سريع كتير وألعب وإركض وكذا وشو اسمه بس ما حسيت الصيص طبعي حيساعدني عرفت عليه كيف وأول ما بلشت تدريب قلت هيده عشقتها مع أنه أنا كان الجوب طبعولي أربع سنين موليد يعني لعمرهم أربع سنين بنات وأربع سنين صبيان هادي الميني باسكت كانوا يقولوا لها ميكرو باسكت بوقتها طابي نمبر ثري وسلي كتير وفا كان إلي خلق كان إلي جلد عليهم ولعبنا بعدين ميني باسكت ورسلنا نربح وهذا وحبته شوي 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 سو بلشت أتدرج 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 معهم لسنة 2002 لحد ما انفصل كوتش نازيحا من الناد الرياضي وأنا كنت بالناد الرياضي مفروض تكمل معهم بالأكاديمية لحد ما تعين مسؤولي جديد هو وقتها كوتش كوصاي حاتم جينا نحنا بدنا نفوت على صفوفنا عادة عنا تمرين كان هوني مرأة أربع خمس سنين يعني كنت ثبتت إجرائي بالأكاديمية بيقولولي إنه ما قالك محل كيف ما قالي محل هيك قال هي ما قالك محل شوف مدير النادي برجعنا عند مدير النادي إنه ولا ولاد النادي ونحنا هذي أول مرة بحكي فيها هذي يعني إن شاء الله ما تزعل حدا بس هيدا عم بحكيك بالزبط شو صار يعني قال إيه نحنا عم نعمل نفضة جديدة وبالنادي وبدنا وجوه جديد وبدنا كذا ما قالكم محل بهذه المرحلة نعم تانكيو واستبعدت عن النادي الرياضي من سنة 2002 لل2009 بس كوتش هيدا الشي منه صح بالأكاديمية زي على فكرة تغير كوتشز أردي تعودوا عليهم العالم مية بالمية أنت كنت عم تترقى يعني عم تطلع مع اللعيبة من مرحلة لمرحلة أخرى يعني منه كنا عم نربح بطولات مني باسكيت يعني الصور بعضهم اللي عندي يون بالألبومز بالأرشيف طبعي اللي عامله كنت كله موجود يعني كنا عم نعمل نتايج وأنا كنت من الناس اللي حب أتعلم يعني وين فيش يروح أتفرج على كوتش غسان بوقتها نتفرج على كوتش فؤاد على المدربين اللي كانوا بهايدي كلوقت كوتش أدشكو وقتها واجا وقتها كوتش كروات ربح بطولي بالرياضي اسمه فاسكو سو كنا نوع ضلني قاعد بالملعب كل اللي يجوا أهلاتي يسحبوني بكرة في مدرسة طلاع يجي خيل كبير يلا طلاع على البيض كنت منيح كنت يعني موفق بين اتنين بس ما بحب الدرس ولا بحب المدرسة بس إنه رحت على الهارلم رحت على الهارلم مع حج نزيه بالألفان واثنين وعملنا هونيك امبراطوري صراحة هونيك كان في مصنع للعيبة وجمعنا كتير ناس وقتها من الرياضي عالي مزهير لا عالي مزهير لعب معي بالرياضي لما رجعت بس كمين راح الهارلم جون عاص راح الهارلم فترة صغيرة وائل كان فيه لعيبة هلأ هني وقفوا جون عاصي كان معي جون عاصي جيمي سالم كان معي جيمي وائل عرقجي بدأ اسألك شي بس شفته لوائل بوقتها هلأ عم رجع كتير بالزمن دوره طلعت هيك نظرة قلت معقول هيدا صبي يطلع منه كل هالقصص ايه صراحة وائل كان من أول يوم اجل عندي عمره أربع سنين كان من أول يوم لفت الأنظار كله مع أنه أنا كنت قدي بحبه وشقفي من قلبي وائل بعضه يعني إلى هلأ وهذا بياخدوه علي مأخذ العالم كله أنه بس علاقتنا هلأ صارت أكتر بروفاشنال كوتش ومدرب وهذا وكذا بس وائل كان كيف دي أهله ساعدوا كتير لأنه دعموه كتير لوائل وقفوا حده كرمالي يعمل الشي بس وائل كان مميز من وقت عمر صغير وكان نجم يعني دايما هو آخر شي بالميني باسكت يخلص آخر سلة كان بيده الشمال من أول ملعب لآخر كيف يتسلي الأخير من أول ملعب لآخر وما يشوف حدا يروح يحط سلي كان بالميني باسكت كان عنده آتتتود واقل وكان يعني بتحسي أنه في موهبية هيدا الصبيل سيطلع منه شي كان عملنا فريق مخيف عملنا تقريبا ران مئة وسبعين جيم بدون ولا خسارة بالفئات العمرية وعندي محتفز بكل السكورشيت اللي لونهم بينك لا هلأ محتفز فيهم نطلع ع تركيا نربح مما كان بتركيا كان فريق مخيف الشباب اللي كانوا مكملين الفريق مثلا بتذكر منهم علاء دوغان واقل دوغان علي مرجي كريم حركي كان بمنتخب لبنان هلأ صار كريم كلهم صاروا مهندسين كلهم صاروا بكندا بأمريكا من أنجح العالم صاروا بس كنا فريق وأهلهم كانوا كيف دقيلك تربوا صح يعني مش متل هلأ الجيل اللي عم يطلع كانت الباسكتبول كل همهم يعني كانوا ولا تظهر تقليلوا مثلا تروع على عيد ميلاد مع رفقاتك المدرسة ولا التمرين لا التمرين كانوا يفضلوا الباسكت على أي شيء تاني هلأ بتحس اختلفت الأمور كريم هكذا كنت معا نشوف في كتير مواهب بعتقد أنا بعرف من أولادي يعني أنا صار عندي أولاد وإذا بعرف الاحتمامات صار يدقير هلأ ما كان فيه أيامهم دول الشباب الآيباد اللي بيقعد حدا كل النهار واليوتيوب والإنترنت والأكسس على كل شيء سهل صار كان صار هيدوريك الشباب عن جد كانوا فايترز كانوا يلعبوا باس باسكت هي الشغلة الوحيدة اللي بتعنيلهم فعملنا فريق كتير حلو بالألفين وتسعة بيجي جهاد أيسي وجهده تحية اللي هو من الناس اللي وقفوا حدي ودعموني كتير اللي هو أكس بلاير بالرياضي كان ابنه عزت عزت أيسي اللي لعب درجة أولى مع الهوبس ومع الرياضي بعدين اختار يكمل طريقه المهنة قال لي الرياضي بدون هيك حكيوا معه لقله وقته قالت له أنا لم يحكيوك لقله كان في بوقتها هيك شوية زعل كان في زعل أكيد مع أني أنا ولا مرة قطعت مبارات للرياضي رغم الزعل كان بس فوت على الرياضي وقت الجام بس كان فيه تلفان مع الإدارة أو لا كان مش مع الإدارة مع يعني حدا يعني أنا ما كان سامع فيني مثلا هسام جارودي ما كان سامع مين أحمد مرات أكيد ما بيعني يعني تمام كان بعده مو موجود بالنادي ما أنه كان مثل معدين لما صار انفوف صار بس فوصل هو أنت كوتشة البنات مية بالمية أنا أول ما رجعوني عن الرياضي باللفين ساقعد معي تمام قال لي اللي بدأت تستلم البنات بعدين أنا تعرفت على أستاذ مازن طبارة في 2012 وقته 2011 وقته كوتش فؤاد أبو شقرات تعرفت مية بالمية فبال 2009 عاحك يوني قالوا لي أنه بدوني وكذا وشو أنا عارفاني أن معي أحسن 30 لعيب لبنان بهذا العمر كان معي فقتين عمرية 95 94 كانت رانا بازازو رانا كانت مع فريق البنات تتدرب معي موظف رانا كانت معي بعد وكانت بلشت تعمل كوتشنج بلشت تساعد على الأولاد الصغار على فكرة عرفت شو بد عزغر هالبنة عن جد تحية كبيرة لأقله عن جد رانا من الناس المشتهدين كتير اشتغلت حاله وبيت مثل قصتي بيت بتفتح بيت بتفوت على الهارلم كانت على الملعب محل نادي الانترانيك القديم بالوتويت قلتلو الوقت على جهاد ايسي الحج جهاد قلتلو بس انا بخاف روح لعندون اللي ليه قلتلو انو بلكي اخدوا اللعيبي ورجعوا كبوني مرة تانية انو انا مع مين بدي احكي مع مين بدي كون هيدا قال لي لا ما تعت الهم هيدا الموضوع خالص وانا بضمن وانا يسلموك عندهم الفيات العمرية وانتدرب بالاكاديمية كان بعض العرض لدرجة اولى ولا شي سوال ما فتع الرياضة صار الوبرتشونتي انو تمام لا انو انت صرت موجود عننا لما نستفيد منك استلم فريق البنات وفي نفس الوقت كان مياه اندر سكستين واندر ايتين فيات عمرية والباقي تفاصيل يعني واتدرجنا درجة كوتش فل بيكسي ب2016 فل فؤد ابو شقرة اجا بيكسي محلو كنت انت وقت فل بيكسي بعد جيم الويزة الشهير فل انت جيت عاساس بدك تجرب تجربة مضبوط ازا عبالك تبقى وافناط حتى حفظوا على بيقولوا عكل شي انو معينوك افشي اذا غيرت رأيك ولا مضيت كونترا ولا شي حتى كمال كله بلا كونترا بلا شي انو اشتغلت اي بلا ما كان عندي كونترا ما كان عندي شي يعني كانت كتير عالثقة ريسكي عالثقة وقت مازن قال لي شو ما يصير ما طعط الهم ما حدا حي يغلط معك او شي ونحنا بدنا هيك تكمل وحطوا سيئة فيني هو وتمام بهديك اللحظة برجع بلك هجام الجارودي ما كان يعرفني تعرف علي وقت ربحت البطول في 2017 كانت يعني بعض الفضل لرب العالمين هني لقلهم انو وسقوا فيني بظروف صعبة الفريق خسران جيمتان من ثلاثة وقبل خسران سومي فاينل بطولة الحريري على أرضنا من الملعب النابلي التونسي وقتها كانوا مكرم وردوان خسرونا سومي فاينل تلعوا فاينل لهم انتمن عمل هم انتمن ربحها على أرضنا للبطولة يعني كانت سنة صعبة وقردي افتتحنا الموسم خسارة بطولة آسيا بالفنال سوصاروا كلها القصص بيكسي بيكسي قرر يستقيل ومع انو كتير تمسكوا فيه بوقتها انو لا ما تفل ونحنا بعدنا يعني متل عادتهم يعني دي اناي تعبية الرياضي بعدها بيصبروا ما دغري بيتخلوا عن الشخص ما دغري بيطلعوا منه للشخص سو قال لهم لا انا مصر بدي فل وحاس حالي مفيش باعت عزيرة كوتش بيكسي احمد شو بتحس حالك تعلمت منه الانضباط الالتزام بالوقت بالمواعيد فنيا كان عنده افكار جديدة جابة معه على لبنان بحكم مية بالمية بحكم تدريبه باناتينايكوس والمبياكوس وهالفرق كله بس اكتر شي اتعلمت منه الديسبلين والبيهيفير وفنيا كمان ديفنسيفلي كان هو من احسن المدربين اللي اجو ديفنسيفلي يعني ستراتيجيز على الديفنس مع انو كننالعب شخصية واحدة يعني يمكن انا شوي قريب منه يعني مني من النوع اللي بيلعب 70 نوع ديفنس نفس الجيم بقامن بالشي اللي حاطو ومنمشي في للاخر ووقت اني يعني لازم نعمل ادجستمنت انو يكون في علينا خطر وفي شي منعمل ادجستمنت بفا يمكن ااخد منه ايدي الشغلي ما بعرف يعني بس بتحس الفارق كوتش بين العقلية الاوروبية والعقلية اللبنانية وبتحس شو لازم ناخد منهم ونطبق اكتر برأيك اكتر ناخد منهم المدرب واللعيب يكونوا بنفس الطريقة اللي هني فيها لانو اخر النهار نحن قريبين كتير للمدرسة الاوروبية نحنتعلم كل شي الانبياء وزبط حضر 100 جاي ما بتتعلم شي هني اقسى هني اقسى حتى باللفز حتى اي مية بالمية بعدين هقلك يتحمل العيب لانو بيربح هيك من هو صغير يتحمل عيب ويكون برو يعني مثلا كيكا ما تتخيالي انا كم درب امتعلم منه كيكا نوفيت مش معقول مش معقول شو محترم دايما الاول دايما موجود دايما بيلتزم بكل شي بقوله مدير الفريق دايما بنفس ولا كلمة حتى ما بيحكي كلمة ما قلع طعم ابدا حتى شو ما تهيل ما بيحكي فهي دولي القصص الاوروبية وفنيا هني كتير عالين يعني وانا نكذب عبعد المدرسة الاوروبية هي اهم الامريكانية بكتير الامريكانية بيور تالنت وبيور سكيلز وبيور فيزيكاليتي بس باوروبا هني الماستر مينز المدربين هني باوروبا ونحنا كلنا المدربين يعني ايا فرصة نطلع على الكوتشين كلينيك وعم نتعلم وعم نتعلم وعم نتعلم كل يوم منهم لانه نهني فنيا اي تنك بمحل تاني سو هيدا الشي اللي نحنا مفروض نتعلم ونركز عليه اكتر واكتر انه نتعلم المدرسة الاوروبية لانه هي الاقرب للبنان اللي فينا نستفيد منها صراحة قلعت من بعدك وربحت البطولة بهيدا السنة هلأ السنة اللي بعدها ربحت الهومانتمن وقتا كان راح سمعة قصلاً لهونيك وشامعون وهايك كان فريق كامل المتكامل وبرضو انت يعني قدرت توصل جيم سابن بس شو بدأ أعمل فيك مهمش ما حدا بيحب يقول انه كنت أحمد عمل نتيجين لا وقتا تتحاشر لك وقتا الرياضي خسره من بيروت أربعة ثلاثة أخذت ضجة أكتر من وقتا أنا خسرت أربعة ثلاثة ضد الهومانتمن مع أنه أنا كنت بلا وائل وبلا كريس دانيال ما بعرف يمكن لأنه الرياضي عنده جمهور كتير كبير صار أنه عملنا أنجاز عملنا أنجاز بس أنا بالنسبة لإلي الربح هو الأساس إذا كانت أربعة ثلاثة ولا أربعة ثلاثة ولا أربعة واحد آخرت النهار اللي ربح اللي ربح هو اللي العالم تتذكره لكن هذا من الشغل لا أعرف إذا هو مرة قلتها أنا بس لا أعرف إذا ما يحق فيها أو أنا يعني ما حسيت وقتا حكيت أنه يمكن كره لإليك على الصعيد الشخصي سو بصير فيه تهميش عرفت علي كيف بس أنه آآ مدرب ربحان 17 بطولة بمسيرته اللي هي مسيرته بلشت بال2016 يعني بس من 8 سنين كمدرب أساسي وكمساعد مدرب أنا عندي 8 ألقاب بس ما بحكي فيهم ولا مرة أنا هذا الشغل كتير مهم نحكي عنه اللي قطعت فيهم مئة بالمئة كنت أعمل فيديو أنا بالأول سنة لقلي ورحت مع المنتخب 2015 مزبوط قطعت بكتير سيجز أكاديميز مع البنات مع الشباب بسكاوت كل شي كل شي عملنا يعني أنا مثل ما بقولوا ما حرقت ولا مرحلة أما هون بعد الكورونا يعني في وجوه جديدة ضغري صارت بالدرجة الأولى عم تدرب مدربين ولعيبة عم تلعب وكذا وشو اسمه بعد فترة الكورونا أما أنا يعني حكيتك ياهن بالتفصيل الممل يعني من 92 للعشرين 24 كل هيدولي أنا امرأت فيهم كوتش شو بتنصح كل شخص بده يوصل له هدف في حياته مش ضروري بس بلعبة كرة تسلي بتقلي ما يحرق ولا مرحلة أو إذا قدر يقف كم مرحلة ليش لأ هلأ أكيد هو إذا قدر يقف كذا مرحلة يعني هو ساعده الحظ شوي لأنه بده حظ لأنه نحنا الماركت باللبنان جاجا كتير صغير واللي تنقي مدرب للفرق كتير قليلة عرفت علي لأ أنا بنصح إنه ما تحرق ولا مرحلة هلأ عم بلاقي في شباب جداد صغار عندهم نولد كتير كبيرة بس مستعجنين على حالهم سو بيطلع بيرجع بيكل كف بيلاقي حاله رجع محل ما بلج سو أنا برأيي بعرف قده الواحد بحب يوصله بسرعة يعني أنا أول مرة كنت هاد كوتش كان عمري 35 حسيت حالي إنه كتير صغير هلأ عم تطلع مثلاً وقت هكوت جورج اجعل رياضي ربح بطولي عمره 25 26 أعرفت علي كيف سو هيدا الشي بنفس الوقت كتير منيح بس بنفس الوقت منه صحي لأنه أنا بهيدي المراحل كلاياتا كنت عم عم بس كما بقوله سقل للشخصية كنت عم شخصيتي وعم بعمل التفاصيل المملي بالرياضي كيف مازن بيفكر وكيف تمام بيفكر وكيف هيدا بيفكر سيد دليل حكيك أنا كمدي اسألك سؤال من شخص خاف كان يستلم هالفريق رح أحكي عن شي صار هلأ من جمعة عم بتواجه الفلبين بولى نقطة خوف يعني قدي عملت شفت منتلي مش طبيعي هلأ انتبه مش كل الناس اللي بتنجح بتبطل خويفة ما فينا نقطة الخوف فيه ناس بتضال خويفة كل حياتهم انت قدرت تكسر هاجس الخوف وهيدا الشي منو هين بالحياة كوتش وهيدا الشي يلي ربحكن الجيم ضد الفلبين المنتالتي يلي كنتو فيه ويلي انت كنت فيه لو انا برأي عطول المدرب هو قائد هيد السفينة وبيتأثر وفيه اللعيبة بمطرح معي انا كيد كل جيم وكل لعيب وكل مدرب له ظروفه بس على هيدا الموضوع انا هون بتأسف على الثقافة الرياضية عنا شوي يعني مش كل العالم انا عم بحكي بارت صغير من جمهور كتير كبير عاشق لهيدا اللعبة انه دايما يهمش دور المدرب بأي فريق انه اللعيب يكانوا مناح نحنا بلبنان الثقافي جاجا الربح للعيب والاخسارة للمدرب اكيد انت ملاحظت للأسف انا بزعل من هادشي الربح هو للعيب والاخسارة هي للمدرب لما يربح الفريق اللعيب يكانوا اليوم بيأخدوا العقل هيدا حط عشرين وهيدا حط أربعين بس في تفاصيل صغير الجمهور اللي منوا كتير مطلع ما بيعرف شو صار عرض الملعب يعني انا برجع بقلك مباراتنا بالفينال ومباراتنا بالسومي فانال وكل مبارات انا كنت راسمهم من الالف لليا راسمهم وصار اللي بدي لمدة 25 ديئة بالحزفير عم بنفسوا الشباب شحكينا بالفيديو ساشن وبطح دير وهني بيعرفوا هيدا الشي لحد ما لعبونا بخمس جاردية تفوقوا علينا بعيد المحل ما قدرنا نوقفهم صح بالباسكت يعني بدك شوية تحظ ترجع اللي ترجع توقف عجريكي من الكف اللي أكلناه من عشرين نقطة لداون باي فور رجع كيكا يعني الليع بتحت السلة يعني شغل صغير بترجع بتردك منتلي رجع كيكا عامل يعني تبديلت اسماعيل وأمير اللي ملاعب كان صر له أربع تيام أمير فجعلت له ومنزل هو انصدم نزل أمير حطى شوطة عفكرة هيدا كانت جيم تشينج نحنا ضخنا أكيد شوطة سمعة بتاخد العقل بس كمان أمير رجع مية بالمية بس كمان وقل شوطة أمير طلعنا فيها أربعة رجعنا ثلاث نقطة بالجيم فالمدربين بيشتغلوا ليل ونهار رعطي كردت لكوتش أحمد وكوتش رانا اللي ما كانوا عم بيناموا يعني كانوا ما عم بيناموا لنحضر فيديو لنعمل تمريني الصباح لنعمل ويك اوب ساشن ليعمل فيديو رانا بتخاف تجيب لك الريبورت مأخر بس لا كوتش بالفعل أنا بحب عطول أحكي القصص بالفعل الإيجابية أنا حكيت مع أحمد وحكيت مع رانا عندهم حب لألك مش طبيعة وأنا بقول لمحبة أساس كل شي ناس بتقول لي أنت وين عايش بي لا 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 بدك أنا بحب الكراسي هون بحب المايك بحب المصورين وقال له ما بتنجح بالحياة وأنا بقول هني كمان قلوا نقيد بكل شي أنت عم تعمله وبدأقول كمان جارج عقيقة هديك سنة كوتش حرام لازم نعطي أنا بكرة تقول بيعرف قدام عاستو عندي بارح كان عم يحكيني كمان عم يقدم كل يوم منحكي ويمكن كانت ظهرته من الرياضة خير لقاله ما ما بيعرف الإنسان شو ناطرو يمكن زعل بغأنه هو أكيد زعل مع أنه أنا كنت مصر أنه يضل معي بالجهاز لا فل كنت مصر مش هو فل صار فيه أنا ويا حكي وحكي وأنا خبرته أنه أنا منجرب نعمل معنا بالكوتشينج ستاف نجيب كوتش أحمد يموت يكون معنا بالفريق صار فيه يعني مثل ما تقول شوية زعل وكذا طبير هي لصة مش قصة أنه أنا أنه أنت بالعكس أنا بدي أكبر لأنه الرياضي في ضغط كتير كبير بدنا قد ما فينا ناس تساعدنا وتوقف وأنا كان إلي تجربة كتير ناشحة مع أحمد ببيروت وأحمد كمان إذا ما بتعرف أحمد من الناس اللي ربيتها بالهارلم كان معي بالهارلم أحمد لعيبه وكوتش أحمد طلق من الهارلم كنت أصحاب مع كوتش هذا الحج طبعا بالهارلم كان يلعب عندي كنت أنا مدربه تسعة وثمانين تسعين فريق استلم كنتوا شوي كمان أقرب برد أفكور ضلنا عندهم بالبيت بقى أنا صحبي كتير مع بي وهو مع والدته الله يرحمه الله يرحمه أو أخواته يعني كنت نوعد عندهم على البلكون نلعب ورق يعني بالليل كنا عائلة كتير كبيرة بالهارلم كنا كلاياتنا عيد وحدة مع بعض كانت مرحلة استثنائية مرحلة الهارلم كلنا منحبة تعرفنا على ناس كتير حلوين كتير ناس صرنا أصحاب معهم وبعدين صرنا متل أهل فكوتش جاد الحاج وعائلته كانوا الناس المقربين كتير لقلي من بعدها هو راح بمحل أنا راحت عن الرياضي بس أحما بس فينقل في كونتاكت كوتش أكيد أكيد دايما أنا بهنيني بهنيني منحكي كذلك يمكن مش متل قبل التواصل أكتر لأنه كل واحد عنده هم وعنده ضغط بحياته مستلمه خصوصا أنه أنا عندي غير الباسكت عندي عائلتي أنا بحب أنا بيتوتي بحب كون بوقت فراغي مع عائلتي مع ولادي أعطيهم وقت لأنه في كتير أوقات أنه ما بقدر شوفهم وأوقات كتير بكون مام بالبيت بس عقلي بمحل تاني باسكت بتاخد كتير مية بالمية والرياضي والحكمة دولي عندي فيه ضغط يعني بتاخد مني كتير كبيرة أكيد ولا قوتشاد أكيد يعني أكيد مضغوط كتير كلنا 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 هلأ في علينا ضغط إن كان بيروت ولا ولا حكمة ولا رياضي ولا هومنت من النادي اللي عم تتصار وماريست وماريست حالة تانية حالة تانية حكيت عنه أنا هايديك المرة عاملين حالة ويمكن ما بتعرفي يكونوا بالفاينل فور رادي يعني أنا من هايديك السنة وقت ألعبت دود الأنترانيك لعبت ماتش واحد بالقياب لأنه بالزهاب كان كوت جورجو وكان موجود بعده حسيت بفريق عم بيلعب باسكت صحيح ما كان عنده كتير ألمنت وقت صباح بس كان عامل فريق وهالسنة بعتقد تطور فريقه كتير حتى التركيبة بتاخد العقل أكبر صيز بالدوري فريق هون بفزعه يعني لما يفوتوا على الملعب تحس فريق كامل متكامل وأنا قالت قبل ما يبلش الدوري إنه السنة للصراح خماسة مش رباعي قلت بأكتر من مرة وبأكتر من مقابلة إنه السنة الصراح خماسة يعني هلأ الشانفيل إذا بخلص رابع عندهم كورت أدفنتج لهم أنت من عنده فرصة كتير كبيرة إنه يقوم بالفانيل فور ما حدا بيعرف وبعد ما في شي محسوم بعد الملاكز كله حتى تغير أكيد حيرجعوا يوقفوا أجريون أكيد ما في بدنا نقول للجمهور يقطع الفريق بيخضى أكيد كانت مش سهلة ما بدنا كمان نستخف بمشاعر الناس يلي بتحب النادي بس I do believe إنه كل شيء يمكن هذا الزعل والعتب إجا لأنه في high expectation على الفريق أعرف تيكيف فريق مركب لايربح بطولة مثله مثل بيروت والرياضة بس كوتش تركب آخر دقيقة فرض دينامو إجا كوتش مع كريم وبوبو يعني صار فيه العديد من التغيرات وكوتش أنت قاطع بشي ليك أكيد صعب يضغر لتلاقي كمان كمان قصة الأجانب أنت بتعرف أداة صحب يجي أجنب جديد ماني هرس كان فاللو ورديته يعني كمان الأجانب إذا ما لقت مع الفريق وماني بروفيل كبير يعني أصر أنا قد باستحية نقعد قايمه أو أحكي عن ماني لأنه أكيد مشين هلأ أصبت حالو رجع على بعد أداة بس أنت كنت صبرنا صبر نية بالمية أي عن جد نحنا صبرنا عليه برجع بإليك صبرت عليه كتير وعطيناه وقته لا هلأ عم نقطف يعني اللي عم يعملوا ماني برجع بإليك لموضوع الحكمة يمكن لما تشوفي الأسامة على الورق فريق مرشح أكيد فريق لعيد فريق كبير أكيد هذه الخضة اللي صارت بعتقد هتكون دافع معنا وكتير وخصوصا أنه الإدارة عم تشتغل وما أنا بخلاني بشي على الفريق مستعد لأي شي بيطلبوا الجهاز الفني فبن شانعك أنا عم قلك أنه هو فريق مرشح مش لحض ضغط عليهم مش أنه والله عم بيعهم حكي والله لحض ضغط هن فريق مرشح يعني إذا رياضي أو حكمة أو بيروت يعني ما كانوا بالفينال مين بيكون بالفينال لا أكيد صح يعني لو واحد من هيدولي ما كان بالفينال مين بيكون أنا فهمت عليك صح أعرفتش قصدك صح لأنه معن لعيبة المنتخب مخلص البطولة يجدد لكريم وايك وعلي منصور قتلنا حالنا لا أجدد لعيبولة ثلاثة هيدولي السابس كير مهمين كوتش عرفت علي خلصناهم بـ 48 ساعة مية بالمية الكور فيه كمستري فيه كذا فيه ستابلتي صح هذا كان الهدف أنه نحافظ على عيبتنا كرميل نظلنا مرشحين لنربح البطولة اللي هي أهم شيء أهم لقب أي مدربة بيسعى لقلو عن جد العالم يمكن ما بتعرف أدا صعب أدا صعبة شغلة المدرب يعني أول شيء بدك تكون مع اللعيب مع الإدارة مع الجهاز الفني بدك تكون حكيم نفسانا ببعض الأحيان بدك تعمل مثل القردوري بدك تعمل زعلوا مني العالم مهجموني لما قلت تكنيكلي بدك تحضر قبل الجيم وإذا صار في تغيرات بدك تكون ذكي بنص الجيم يعني إصابات أجلنة تكون صبور كل شيء يعني ما بعرف أوقات تقول أيها أقول أصعب شيء قلت بس أدل صباح بقال لي هلأ تركيني بحالي سألي أي أصعب تكون لعيب ولا كوتش حيعطيك الجواب لا كوتش أكيد يعني إسماعيل أحمد بعد كلها الخبرة كمان قد يصروا بالملاعب بسم الله علي بيلعب هلأ قال لي له إسماعيل تعمل مدرب بقليك لا قل لي لا قل لي ما بعمل مدرب بس أنت شو أكتر شيء بتستصعبه طايم منجمنت للعيبة طايم منجمنت خصوصا سبشالي بفريقك ديار سوبر ستار كل ياتهم بيستهلوا يلعبوا بقية فريق أربعين ديئة بس اللي مساعدني أنه عم بيعملوا ساكريفايس عم بضحوا لأنه بدون يربحوا كمجموعة بس كيف تقنعهم بحبينهم بكون قريب منهم كتير بحكي معهم كتير بظلني براسهم كتير أنا لأيك يمكن ما تعرفيني كتير على الصعيد الشخصي أنا زلمة كتير فرندلي مع اللعيبة بس بنفس الوقت أنا ما بسمح حدا يتخطى الخطوط الحمر معي يعني عامل سبيس بيني وبينهم وبنفس الوقت على مسافة واحدة من الكل شو هن الخطوط الحمر عند أحمد فراني؟ خطوط الحمر أنه ما حدا يقلل من قيمتي أو قرامتي من أي لعيب يعني أي تصرف بيقلل من قيمة أي جهاز فني أو أي حنصر بالجهاز الفني هاي دي حتلاقيني واقف بوجك بالمرصاد يعني مستعد روح على مشكلة مع أكبر راس بالفريق ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة أبدا المهم أنا ما انكسر بس كوتج أداء أنت حاسس بالأمان مع إدارة نادي الرياضة يكون عندك هاي دي الساعة أنا محمي محمي وهذا هو الصح لما تحسي ظهرك محمي أنت بتروحي لأي محل بدك يه والإدارة دايما تلعب دور لما يصير مشكلة أنا منا ملايكي نحن بصير مشاكل معنا كتير بالتمرين وبالهيدا والعيب ما عجب ولعيب عجب بس اللعيبي عم بيضلون يأرجوا صورة ممتازة أنا قريب منهم بأرجيهم إن أنا عن جد من قلبي بحبكن وبعبر مني من النوع اللي بيكتب مشاعره والعيب لما يعمل شغلي وحده بالتمرين بصير غنيله بصير أعمله مثل الجمهور بتحسيني صارت هيدا عم بتغنى فيه دايما معنويات دايما أم بوشنج دام ليعطوني الأفضل هذا منه سهل إنه أنت دايما بديكتجي بمنتاليتي لو عندك مئة مشكل بالبات ومع عائلتك ومع أولادك وهمهم بديكتجي تأرجيهم ضحكي بديكتجي تأرجيهم إنه أنا مية بالمية معكم ما فيش يش يغلي بالي ولا راسي سو هيدا الشي بيخلي اللعيب يسع فيك وأهم شي أنا جاجا ما بعطي وعود ما بيقدر أوفي فيها مثل الانستي مستحيل أي لعيب قد ما كان حجمه أقعد معه قبل الموسم أقعده بشي إنه أنت مثلا إلك 30 ديئة على أرض الماء أنا مستحيل بعمله يعني بيستغرب لما بسمع إنه فيه مدربين ليستقطبوا لعيبي بيعدوهم بهذا الشي أنا مستحيل شايفي مش وائل اللي هو وائل مابتوعده ولا مرة قلت له وأنت حتكون أساسي بالفريق ولا مرة حكيت أنا هيدا الحكي أنا وائل خلص وائل فيزيك اللي منه رادي بيقعد جاهز وائل لعب 50 ديئة مش 40 أمير جاهز لعب كريم تلعب دفاع حتظلك تلعب أكتر واحد بالفريق كوتش مظلوم أمير بمطرح معين بالعكس أنا برأيي منه مظلوم يمكن هلأ اللي ظلمه هيدا الموسم هو إصاباته إصاباته صار عنده إصابتين فترة كتير قليلة وهدي يمكن أثرت عليه شوي منت اللي عم بجرب يتعامل مع الموضوع ونحنا عم نجرب نحميه لأن أنا عارف قد قيمة أمير وأمير شو فيه يعمل بس أمير بالرياضي هو بال comfort zone طبعا أمير هو بيته الرياضي مثله مثل وائل مثل اسماعيل مثل هيدون أمير من أمتى ما تطلبيه لحيكون جاهز بس هو شوي عنده فيه طريقة بديك تحكي معه فيها بس إنه مظلوم إنه ما عم بيبلش أساسا هو كان أساسا من ما يتعور غنوج شو لا 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 أبدا أبدا أمير آخر فترة صار معه من وقت المنتخب أتعور إصابة كبيرة مع المنتخب هيده شوي أثرت عليه من بعده رجع أقوى وعمل موسم مخيف مع الرياضي منتلي أوي أمير كتير قلبه ميت يعني لو تجي واحد شليه بعد أربعة أربعة أيام وننزل ضد فريق بعد 35 ديئة وأخذ الشوطة عادي رواء وكان فيه يأخذ واحدة تانية ويحطها كمان ما عنده مشكلة بأعتقد كان أقلت أحظه بالإصابات شوي بس هو أمير إذا بيك كاركتر إذا بيك كاركتر ويضحي للفريق يعني إذا هو ما أخذ وقت اللي هو بده إياه بيتحمل يمكن ملايكي أي لعيب يزعل بينه وبينحاله يمكن ما بيعبر هيده نوع من نوع الاحتراف يعني أنه أنا ضحيت كرمال الفريق بس بس ألاك هون سؤال كوتش لاتسي في عندك حدا من اللعيبة عنده مشكلة أنت بتعرف عطول اللعيب ويقول كوتش ما عم بيلعبني ما عم بقدر أعطي بقى أنا ما بعرف شو دوري فباشالي أنه أنت ما بتحكي وأنا قبل السيزن بتقول لهم واحد مية ثلاثة أنتو شغلتكم تقعدوا تنترو الوقت المناسب صحيح بتحس حالك بتكسر من حالك تتقدر توصل لحل وسط بينك وبين اللعيب أو بتقول لي لا هو بده يقرب لعندي لا أنا بجرب لقيه بنص الطريق أكيد لأنه غالب رضا ما بنسيها هيدا هون كمانا بالحلقة معاه كان عنده مشكلة شوي مع فؤاد أبو شقر رألت له ليه أنت ما كسرت شوي من حالك وقربت عن نص عن نص الطريق لعندكو كوتش فؤاد قال لي هيدا شغلة المدرب أنه أنا مش شغلة تقرب لعنه بفهم وجهت نظره لغالب أنا أول شي بعمله لما لأي اللعيب منه مرتاح بقعد أنا ويه نجتمع أنا ويه نحكي أنا ويه نفتح قلبنا لبعض بفهم أنا شو اللي زعجو شو اللي صارت مع كريم هيداك مية بالمية شو صار كريم أول أنا ما جيت ما لعبته كن جايب أجنبي اللي هو دومينيك جونسون بيعمل نفس الشغل اللي بيعملو كريم سو كنا بستارتر هو أمير سعود وائل ودومينيك جونسون ربحنا بطولة دوباي بعد بطولة دوباي فل دومينيك طراينا نجيب غير كاركتر اللي هو كيفين ميرفي اللي هو أوفنسف ووريانتد ما بيلعب ديفنس هيدا الشي فتح مجال لكريم كان الرول طبع واضح بده يلعب ديفنس بده ياخد دايما أفضل لعيب الفريق الثاني and you have to wait for the shot you have to create your own shot بدك تيجي على الفاست بريك صورة سمنير رول لكريم وبعتقد يعني شوي 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 ماشى على خطة جون عبد النور وعم بيعمل نجم ومحبوب بالنادر رياضي لعيبة مثل كريم وجون هيدولة قليلة تلاقي منهم هيدولة اللي بيجوا بيعملولك اللي مثل ما بقولوا اللي بينطفوا كل شي بيكون على الملعب هيدول لعيبة دايما مطلب يكونوا على أرض الملعب يمكن يكون عندهم لاس تلنت بس بيلعبوا أكتر وقت من الناس اللي عندهم تلنت نحنا أنا ما عندي حسابات أنا بعمل مصدحة الفريق لأربحها أكيد بده يزعل الناس أكيد في لعيبة ما حتكون راضية أكيد بس مش معناتها إنه في مشكل بالفريق آخرت النهار أنا بأمن بشغلي إنه أنا بدي أربح وأخصر بالستراتيجي والبلانت أبقولي لأنه أنا اللي حيتحاسب مش اللعيب اللي حيتحاسب إذا أنا بدي أمشي على أهواء اللعيب وعملوا اللي بده إياه وأرضخ لمطالبه ساعتها أنا حصير أربح وأخصر إذا كان هيدا اللعيب منيح ولا منه منيح سواء أنا حتحاسب أكيد أكثر حدا بعذبك وأكثر حدا مريحك بالفريق آآ لكن ما في حدا إنه بعذبك يعذب بس كل إياتهم لعيب كبار بدهم يلعبوا عرفت عليك كيف أكيد هني بيعرفوا شو السر يلي عندها قادر تجمع هالفريق تحت سقف واحد مع كل أكيد كل حدا فيهم عندهم إيجو عندهم بدي ألعب بدي أعمل دوري حق لك أكثر من أنه أنا جاي معهم كل إياتهم عندهم هدف أنه يربحوا بمسيرتهم الربح الربح هو الربح الربح بوحدك في مرة صار اجتماع أول موسم هذه أول مرة بحكيها صار خلاف بيني وبين واقل كبير يعني مشكل عاصف صار بالتمرين وتاني يوم عملنا اجتماع أنا واقل وكان فيه موجود جهاز الفني وعضو بالهيئة الإدارية بوجه له تحية سيف دياب هو حبيبي ودايما قريب بنا صار في حكي كتير وحكينا أنا واقل يعني مثل ما تقولي يعني فتحنا كتير ع بعض وقلبنا لبعض قال لي واقل قال لي أنا بعرف أنه مش كل يوم حكون باست سكورر ولا حكون باست باسر ولا حكون وفي أيام ما حلعب ني وفي أيام حيكون يومي أيام حيكون يوم أمير أيام حيكون يوم كريم هوني أنا فهمت بس بس تعرفت على هايك هون شو كبر بعيني آآ آآ قلب وما بيحكي كلمة ما لازم تنحكة عنده محبة للكل ما عنده خبس سنة شباب كتير إيد واحدة مع بعض كتير إيد واحدة مع بعض يعني نحنا وقت كريم صارت القصة بالأنتونية مع علي ما حدا زاعل من كريم ما حدا لامه لكريم أنه فات دفع عن علي لأينها عيدة شيء كتير كبير نحنا أنا بالنسبة لألي عرفت علي كيف بغض النظر أنه توقف وهذا وكذا بس ما حدا لامه ما حدا وجه له أي كلمة بالعكس اعتبرته وقف حد علي مئة بالمئة طبيعي لأنه هيدا الشيء اللي بعزز روح الفريق سو برجع بقلك أنا بقراجيهم حب للشباب وبقراجيهم احترام وسئة وهيدولي هني عم بيبادلوني به هيدولي القصص بالمثل باعتقد بس أنا وابني مين أكتر شيء برايحك وأكتر شيء شوي بعزبك مين بعزب بعزبك شوي ايه وائل بعزب واقل ما بيخلل الجو والبين كلهم تقريبا نفس الشيء سمعة بيفام عليك من النظرة مئة بالمئة سمعة أنا وياه عشرة عمر وفي احترام متبادل كتير كبير بيننا يعني أنا بحترمه لإسماعيل كتير وبحبه وبقدره وبعرف قديه عطاني لقلي بكريرتي يعني أنا مديون لقلي بكتير ألقاب يعني إسماعيل ولا مرة لعب بالملعب إلا ما عطى قلبه وعطى كل شيء للفريق سو إسماعيل استثنائي ما عرفت كيف أنا ما حكي عن الشباب الجيلة مش أنه عم بهمش إسماعيل أنا بالنسبة كتبت له عديك المرة كومان أنه خلص الحكي عن جد ما عندي شيء لك الله يحميك بس عن جد الله يحميك كوتش لشو بتشبه علاقة المدرب واللعيب بتقلي خيه وخيه أب وابنه نحنا عائلة لأيكي لأنه منشوف بعض أكتر ما منشوف عيالنا مثل الإخوة بتحسن مثل إخواتك كيف بتشبه علاقة لمدرب واللعب أنا بمزح معهم كتير لما يكون برات الباسكت بنمزح مع بعض بننكت مع بعض بمرق شغلي من هون لهذا بمرق شغلي فبقبلهم كلمة هني بيستغربوا ني والله كوتش أحمد بيمزحوا وهذا فهذا الشي بقربنا لبعض يعني من الناحية العلاقة الاجتماعية بين بعض غير علاقة كرة السلة والشباب هني بروفشنل يعني كلهم عن جهد على الصعيد الشخصي محترمين ما عندهم مشاكل ما عندهم وجع راس كل الاجتماع باعتذر منكم ما قادر أسعدكم كلكون ولا حقدر وفق كلاياتكم بيناتكم كلكون سو بيفهموا عن جد أنه أنا شو الضغط اللي أنا فيه بس بنفس الوقت أنت ما فيك تعمل إنجازات بدون ما يكون عندك فريق كامل متكامل تجو بيلولك أحمد فران ما بيدرب إلا الرياضة وما ربح إلا مع رياض لا ربحت مع بيروت فريق ركبته من السفر فريق ركبته من السفر فريق ركبته أنا على بيروت أول اجتماع مع أستاذ نديم حكيم وأستاذ جوزيف قال لي زهقنا نطلع تاني قالت له كتير منيح وركبنا قالت له بدأت تربح كمان ما تنسى قدرت تسحقت بلاعبين صعب مصوائل صعبة تسحبه من الرياضة سيقبت فيه صحيح لست أي خمس لعب الرياضة كمان كاننا محظوظ فيها وهي كان بلقوات بطل بده يضال بلقوات بده يجي على لبنان إنه كمان علاقتي باللعيب هي اللي قدرت تجيب لعيب يعني لو ما بيوسقوا فيني وبيحبوني ما أجو خبرني شو قلت له لقالي شامعون هاي ترك الرياضي أجع على بيروت بتذكر شو قلت له لقالي شامعون باللاكر روم كان وقته حاسع له إنه منه موفق وبطل بده يشوت قلت له إذا ما حتشوت حتوقت برا إذا ما حتشوت حتوقت برا وهذا الحكي اللي أنا عن جد I motivate my player فيه كمان حتى سيرجو وقت أتعور وائل ببيروت He stepped up big time وبتمنى يرجع السونة يا رب إن شاء الله ما في منه إليه ما في منه لا بالأخلاق ولا باللعب ولا بالعيدة يعني خسارة كتير كبيرة لكرة السلة اللبنانية هو إليشا معون إن شاء الله يا رب الله يعطيه صحة ويرجع بسرعة سو برجع بالليك هي السئة السئة بس السئة وتعطي كلمة تقدري تكون ملزمة فيها أنك تنفزيها تب كوتش لأي مدى فيك تفصل الشخصة عن المهنة يعني رح أرجع لك شغلة قلتة من شوي بيجوا لعيبة لعندي بيقولولي مثلا لعبت مع كوتش إيكس ما قدرت أعطي لأنه هو من وراه بيرجع كوتش الجو مجاعز كان معي هون قال لي جو جو في شي مدرب بده يخسر إنه أنا إذا هيدا اللعب رح يساعدني بدي لعبه بس وقتها تسير تحز المحظوذية هيدا على العمشية وتتحز المحظوذية بتقدر تفصل الشخصة عن جد بتقدر بصراحة 100% يعني بيحلف لك أنه أنا دايماً بيقول له لحاج مازن شغلي قد ما بيكون في مشكل بيكون خوفان مازن موتر إنه كوتش أحمد مخان أنا مع هاللعيب يمكن ما يلعبوا بيجي لعندي بيقول له مثل بالبيروتة بيقول له حاج بيكون موتر بيقول له أنا بدي أكل عنب ما بدي أقوص الناطور بيقول لي شو يعني بيقول له إذا عايزه يلعب حيلعب لو قد ما كان مشكلة معه كبير للعيب بده يلعب لما أصلحت الفريق لنربح مني من النوع اللي بيروح أكستريم وبيتيس إنه هيدا اللعيب مخانق معي وهيدا ما حيلعب بده يضل قاعد برا لربيه لا ما عندي عيدي وبجرب ما أوصل ليوم الجيم وأنا بخانق معه بس أنا برجع أقول ليك ما بشخص الأمور أبدا ما أحدا أكيد فيه لعيب يمكن ما ارتحت معي وفيه لعيب يرتحت معي بس تسعين بالمئة من اللعيب اللي لعبوا معي هني يعني حسب ما بيوصل أنا اكتشفت إنه بيحبوك إنه بيحبوك وبيحبونا إن كان بيضهري ولا بوجه دي شومي دي سايم مية بالمية وأنا خصوصا إنه برياضي دربت جيلان يعني دربت كانت بالفريق اللي وقتها في البيكسي اللي كان فيه برايم جون عبد النور اللي كان فيه علي محمود لعب معي السنة واحدة كان فيه ميجال مارتيناز بعزه كان فيه واقل أول طلعته أمير أول طلعته إسماعيل بالبرايم يعني وبعدين إجوا هيدول الشباب الصغار اللي هني علي وكريم وهايك بعدين أطع عراسك كتير أنا هايك أنا جبت على الرياضي من الهومنتمن بس وقته إيه لعبنا مع بعض وربحنا مع بعض بطولي رجعنا تثبت بال2019 ربحنا خمس بطولات ربحنا خمس بطولات مع بعض لهايك مضى وقته ثلاث سنين ومن وقته بلشت علاقتي أنا وهايك تصير هو قال إنه رتيح معك أكتر شي على فكرة هايك أنا بحبه كتير ومن بيك فان بموهبته من شان هيك أنا وإياك إنه بي دايما على وفاء وبحب يلعب معي دايما وين ما تكون كوتش هلا أنت رايي وقطع عراسك هيك يسأل الواحد بصير ماتور مع العمر بس شاين بتقطع مسجز بس بدك تطلع هيك بلقاء بعد الجيم أربعة مليون كوتش بلبنان يعني هوني أعرفي إنه أنا وصلت للمكسيموم للمكسيموم أنا بطبيعتي ما حقلك إنه أنا رايق أنا زلمي هيدا كومبتتر ما أحب أخسر بشي أنا قلولي على الورق بتعمل قصة مية بالمية يعني إذا عم بلعب كام أنا ومرتي بزعبير لأربح بس هيدا القصص اللي هي بشغلي بالبوبلك بحاول عدلها المليون بس فيها وقت تطلعي من التيابي يعني أنا ظلمت أكتر شي يمكن من بارت من جمهور الرياضي إنه خمسة وتسعين بالمية من جمهور الرياضي اللي هنه في خمسة بالمية هنه دايما ناطريني على الكوع يا أولك ويمكن كره ما بحبه شخص أحمد فرام بتفهم هيدا الشغلة وطبيعي بس برجع باللي ما فينا نعتبر هيدا الشي بعطي وجهة نظر مختلفة أكيد فينا نعتبر هيدا الشي إنه هدي عالم كتير بيحبوا الرياضي ما بحبوا يخسروا بيفقدوا أعصابهم بمحل معين ويحكوا شو ما كان مثل الحيا الله شخص يعني مية بالمية لكن إحنا مثل ما بنربح بيمدحونا بس نخسر بدو ينتقدونا ويتشز بارت من الجيم وأنا الأمور اللي بتصير شخصية بس شو أحنا الانتقاد بيزحوش أحمد فرام أنا ما عندي فيسبوك اللي أعرف بس أنا في أوقات كيف بعرف مثلا إنه في هجم كتير كبير لي بيبعتولي مثلا الناس رايبيني أهلي أحدا إنه شفت هيدولي شو عاملو شو ما عندي تيك توك ما عندي إلا بس الإنستا رفت علي كيف ومارتي كانت تنزائج كتير بس نسرق الفيسبوك طبعا وما رجعتو الحمد لله فهلأ تحسيها هي مرتاحة أكتر منه كانت تتأثر لأنه في عالم بيشخصنوا الأمور بس برجع بقليك خمسة وتسعين بالمية من جمهور الرياضي هن الناس بيحبوني وبقدروني وبيدعموني وبيتواصلوا معي وبيحكوني وفي كتير ناس بتحب أحمد فران لأحمد فران وبتدعمه ومقدرة الإنجازات اللي عملتها مع النادي الرياضي والربح اللي ربحناه وكل شيء مرأنا فيه وفي عنديك بارت صغير وهو شي طبيعي برجع بلك شي طبيعي وما عندي أي مشكل مع الانتقاد في عالم بدا تنتهدك وفي عالم بدا تمدحك خصوصا أنه هايدي لعبة شعبية ولعبة الأولى بلبنان وإذا بديك تشتغلي بالقطاع العام بديك تتحملي بديك تتحملي وما عندي مشكل بهذا الموضوع برجع لعنده بس عندي مشكل مليوي شخصي الأمور بس أنت بتحس حالك underrated أنا طول ما عم بربح وطول ما ماشي أنا مبسوط أنا مرتاح متصالح مع نفسي يعني بكل هايدي الأمور وما عندي هايدي العقدة كوتش وستيف كير صح ولا لا؟ صح أكيد فدايما أنت بديك بفل باكيج كريمال تربح بطولة بديك فريق كامل متكامل مش أنه أنا وانا ما عندي طموح أنه إثبت شي لحدا ما عندي شي إثبته لحدا أنا أثبتت حالي مع أهم فريق بآسيا مع أهم فريق بالمنطقة أهم فريق بلبنان وقدرت حافظ على أهدافه وحافظ على اللجاسي اللي تركه فؤاد أبو شارة أبو الميفيل على مدة 8 سنين أنا رجعت كملت المسيرة بالطريقة الصحة يعني أنا ما عندي طموح لا والله سكت المنتقدين روح درب فريق ما عنده طموح إلا يفوت فاينل إيت بقعد ببيتي وما بدرب وبنطر ريال أبورتشينيتي تاني بروح بدرب برات لبنان ولا بفوت بأدم كوتش قدامها دمع الرياضة؟ سنتين ونص مرأة هلأ موسم ونص وبعد في وحدة بعد في سنة يعني آخرت النهار دايما أنه مازن طبارة ومازن طبارة عندي دعم مازن طبارة لأنه بيعرف مين أحمد فران في ديك السنة تكملت تهمك أنه فالجا رجع جع ما نعطى فرصة لأنه أنت بدك ترجع لا لا أول شيء صار في حكي كتير عليها كتير هيد الخوري هلأ مرة كان عندي الفرصة لبررها آه عن جد؟ منك حاكب الموضوع؟ لا 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 ولأ مرة ولكن جاء جاء وقتها ربحت البطولة مع بيروت كان كل هدف يجدد مع نادي بيروت بس كان بوقتها نادي بيروت ما تحركنا بسرعة كرمال نحافظ على اللعيب اللي نحن معنا ربحنا دوري وكاس وأنا كنت كتير مبسوط معهم وحابب ضل معهم وبنفس الوقت إجاني عرض نادي الجهرة إجاني عرض أكتر ثلاث مرات مع بقبط كنت بنادي بيروت وكان الوضع بتعرفي بالبلد كيف هنا كان وأي نيد الدس كونتراكت كرمال عائلتي عندي ثلاثة أولاد أنا والشي الوحيد اللي بقى فعمله هو باسكتبول لا أكيد هذا الشي ما لازم تبرره كوت مئة بالمئة حكينا مع نادي بيروت قلتلون أنا إذا أنتم مستعدين تحافظوا على نفس هيدا الجروب أنا باقي معكم قعد مع أستاذ جوزاف وقدم لي عرض وكل شي وهيدا انت بأمضي وبعدين منشوف شو بدنا نعمل باللعيبة أنا هون صراحة كان العرض قدامي على الطاولة من نادي الجهرة ففضلت روح على نادي الجهرة على أنه انطر ما بدنا نجيب لأنه الرياضي هون كان فايت بموض مخيف كان عم بفوتي لبن اللعيبة مئة بالمئة سو بدك تكون كنت أسرع منه رحت على نادي الجهرة وما كان عندي نية واحد بالمئة أرجع على الرياضي ولا واحد بالمئة أرجع على الرياضي هلأ قبل هاو أنت كان إليك إيد أنه كتش جورجا جع يتعين كمدر صحيح صارت لصا ما عارض غيركينا فيها كتير بكتير عالم حكينا هو آلة كمان بأعتقد هو آلة أكيد أكيد بكذا مقابلة أنا وقت عرفته على إدارة النادي الرياضي وفات على النادي الرياضي وعمل شغل وربح شو صار بهيدا الستيج؟ رحت على الجهرة أحبت على نادي الجهرة ولعبت بطولة عربية مع نادي الجهرة وصلت فيها ربع نهائي مع أنه بإمكانات كتير ضئيلة لعيبة محليين كانوا مش الأفضل بالكوات يعني في نادي الكوات في نادي قازمة في نادي قاتسية نحن الفريق الرابع كنا بالدور الكواتي رحت وأنا مبسوط كتير عندي كتير أصحاب وعائلتي هناك أخواتي كلهم هناك كلهم بالكوات أخواتي سروا من عمر من وقت الغزو هناك ما كانت العيش غريبة علي بس أنه كانت فائد لعائلتي فأشتغلنا وكل الأمور تمام والرياضي كان عم بيلعب وأجع البطول العربية على الكوات وأعتما توفق وخسره وخسره من دينامو وخسره من بيروت صار عندهم اخسارات جاني اتصال من إدارة النادي الرياضي أنه نحن عم نفكر أنه كسرت وعنا ماضي وكانت الجارانتي كونتراكت وما باعتقد فيهم يطلعوا وعلي بانالتي معاشان اللي هني 16 ألف دولار إذا بدي أطلع إنه ما فيني فل قالوا لي آه أوكي كنا مفكرين غير هيك فيك تفل إنت ما بدك تقول لا ما فيني فل قالوا لي أوكي وراحت الأمور هذا الحكي بأولة جانيوري أوكي رجعوا أنا مبسوط كنت بالكوات ليه ما في ضغط أجعبالي أهرب سنة من لبنان أقعد ارتاح شوية عم درب بنيدي الجاهرة مبسوط عنا طموح نوصل على الفان الفور كيم بالفريق اللي معنا بنيدي الجاهرة وكل الأمور مهيئة يعني إنه نعمل هايدي الخطوة وكل شيء فجأة بعرف إنه استغنوا عن كوت جورج وبيتصلوا فيني وغياس مرة قالوا بالحلقة معه أنا ما كنت الأوبشن الأول هني حكيوا مع نيناد فوشينيج هني كانوا يجيبون نيناد فوشينيج لأنه أحمد فران ما في طلع من الكونترا طبعه بهذا الوقت صارت انتخاباتنا هذه الجاهرة الرئيس اللي جابني ومضاني فلو إجت إدارة جديدة إجت هذه الإدارة جديدة أربعة الشهور ما تدفع معاشات ساعتها ينكسر الكونترا مية بالمية أنا صار فيني أطلع قالتلي مارتين شو عاد هناك عم تعمل أنت ما عم تقبض يعني هم تصرف مصاري من جيبتك وما عم تقبض وهيذا وكذا لا أحسن تعهد معنا ولا تلاقي شغل ترجع رجوا حكيوني مراتيني بعد ما ما زبطت تدي المعنينات فضل إنه يضل بتجاب تاعته بالصين هو أدفايزر بالصين بفريق بالشاينة حكيوني حكيوا مع الأيجنت تبعي وكذا وشو اسمه إنه صار فيه اوبرتشينيتي صار فيه فيكنسي هن فضوا فضوا ارتباطهم مع كوت جورج جعجا لا حدا عم يطبخها ولا حدا عم يعملها ولا حدا عم بيعمل هالأفلام كل أياتها اللي طلعيت هايدي بكل وضوح هايدي لصة كل اللي صارت حكيوني حكيت مع ناد الجهراء قالوا لي ايه أصلا نحنا عم نسكر فريق الباسكت بدنا ننسحب بالبطول وهذا اللي صار ما في فريق جهراء السنة بالدورة التغى الفريق اللعيب توزعوا راحوا كل واحد واقل كان فل قبلك فل قبلي واقل فل بأكتوبر واقل بعض البطولة العربية فل وراحوا هني مضوه بالكوات وقتا هو بالكوات مضوه ناد الرياضي مضبوط فاتوا مضوه بالكوات وكان عم يتفاوض مع بيروت ومع الرياضي رجع واقل فضل إنه يرجع على الرياضي هايدي هي كل أياتها من متل ما بيقولوا من طاق طاق السلام عليكم فلا حدا أجا أخذ محل حدا ولا حدا كذا وأنا بعيد عن هالقصص كثير لأنه بآمن إنه كل واحد بياخد رزقته وكل واحد بياخد نصيبه إن كان هلا هو كوتشارج ما حكي هيك أنا بذكر وقتا كان مع غيس أنا حتى معي قال لي بس الواحد يقطع وقت على الخبرية بيصير يشوفها بمنظر تاني كان إيجابة يعني بس بوقتا يمكن زعل متل ما قلنا الكوتش بحب يحس بالأمان إنه إجت صدمة إنه تخلوا عنه بس أكيد 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 فإنه شيء بسيء كانت القصة بينه وبين إدارة الرياضة أنا ما كنت طرف فيها أبدا لا من قريب ولا من بعيد يعني كوتشربحت البطولة كمان هيديك السنة بتحس ديوب أفضل 5 أفضل لا أكيد تاريخ اجع على تاريخ لعبة كرة تسلي كنا دايما نقول توني مادسون وكنا نقول هذا العقائبي كتير أطعو يعني بس ديوب استثنائي ما حدا مثله ما حدا مثله لا ديوب أكيد 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 محظوظين فيه سفأة العمر يعني لكل عالم اللي قاله development ديوب ربحنا هو اللي قلب المعادلة كل الفرق كان عنده اللي تغيرها جانب وتجيبه تعمل اللي بده بس نحنا بأعتقد كنا لنا بهذا الموضوع عملنا صفقة تاريخية وربحتنا البطولة وربحتنا لقب غرب آسيا فكثير ممتن وبعدنا على تواصل جاي اسألك بعد فيه هيك شوية توتاب دايما دايما من هني بعد حتى الشباب بالباص نحنا بضباي كنو عم يحكموا فيديو كول فبعده كثير قريب منه هو هلأ من فترة عمل بودكاست على اليوتيوب صراحة ما صار لي بعد كفية حكا عن تجربته من لبنان محتر حب لبنان وبتمنى له التوفيق لأنه إنسان كان ولا أطيب هو شخصيته عقارد الملعب ببين يعني ببين بس بيلعب بعمل شغل ما في حكة ما في شيء ايه هو كان غير لنا كل شيء وأنا باعترف فيه وعراس السطح ديك تربحي بده يكون عن ديك لعيبة استثنائية لتربحي هيدا اللي بيجيب بطولات هيدا اللي بيربحي كوتش فيه تغيير هيدا السنة للأجانب قريب مبسوطين كتير ما بدك تضحي بالكامستري كمان الموجودة بيك بمعنى شيء هلأ كتير حلو ما بدنا نخلق انه اندي مام جورج إيف داعبول يعني انا بحب هيدا السابقين ما يطلع من الدرجة الأولى لأنه بيستاهل قدى كان إضافة كوتش قدامهم كمان لألو يعني أنا ما كنتبع في أول مرة بحياتي حتى بستحق يحكي ما هو حكي معه أحمد ياموت وواليد ياموت اللي يجيبو أنا لتقيت فيه بالرياضي عم يلبو ستياب التفرين وعم بيرب تصباته لا يلعب تللو أهل أو سهل لا بعرفه كتير عرفه كتير نحس ما في تواصل ما في تواصل ما معي رقم تليفونه ولا مرة مدربه ولا مرة حكي معه ولا مرة صار في تواصل بيني الشباب ما معي رقم تليفونه وأحمد ياموت بيعرفه اجعل عندي على المكتب عدت أنا ويحكي حبيته من أول مرة شفته والشاب كتير إضافي بالتمرين وكل ما يكون في فرصة لعبه حلعبه وهو أعطي وقت لأنه كتير يعني هو وجه حلو علينا ربحنا بطولة ضغري معه يعني والحمد لله كان لدينا بعض وان سبوت يعني توفلت وكنا محظوظين بجورج كوتش بتحس حالك أنا عطول كامل لأنه بحضر لك كتير قصص بحسك عطول بتتصرف كأندردوغ هيدا الشي بريحك يعني في البعض بيقولوا أنه كوتش أحمد ما بتحسوه أنه مش مش وسآن أكيد أنت أنت شيفر زكي أنا بالنسبة لأيه بس هذا شي بريحك بريح الجبهور بريح اللعيبة أنك مش عطول جارب نشيل الضغط عن حالنا شوية لقد بتعلي السقف بالحكي ولا مرة عندي احترام لكل العالم يعني أنا بحترم الشغل اللي عم يعملوا كل المدربين وكل الإدارات يعني أنا ولا مرة بحب جرح بحدا أو انطئس من قيمة حدا لأنه عندي بقامن بشغلي أنه أنا لما هين حدا وقلل من قيمة حدا هيدا الزلم ما حيمرق ليها آخر حيفيه علي وحييجي لي على الملعب بمنثاليتي يكون فيها كتير كيف تقولك يعني حماس لا يربحني سوأنا بحترم الكل أكيد أنا يعني الضغط اللي عاشوا بالرياضي نفسه بجرب أول شي ريح حالي شوي أعطي حالي وقت لأتنفس يعني بس أكيد نحنا ما فوض أنا على أولا بطولي وضامنها بجيبتي يعني يعني كل بطولة إلى ظروفة كل بطولة إلى وقتها وبدون هذا الرواء ما بعتقد فيك تتعاطي مع البراشر الموجود بالرياضي يمكن أنا شوي بميزني عن بعرف لأن إبدا النادي هذا الشي اللي بميزني عن غيري أنه أنا بعرف الخبائع كل عياته وبعرف كيف يفكر وتحد وبعرف كيف بتكون الأمور إذا كان في خسارة ولا رباح سويا ممكن هذا الشي عم يعطيني شوية كمانا كوتش تغيير أجانب لأي فريق يعني حكمة بيروت كمان عم بفتشوا على أجنب تغيير الأجانب يعمل خضة ما بتفهم يعني متل مصار معكم يديك السنس وما حدا بيعرف بعد شو حيصير نحن عم نترقب نحن وضعنا منيح بس عم نترقب شو حيصير هلأ أنتو عندكم بوست معنوي ما في شك مية بالمية بس تغيرات هتفرق مع غير عندي هي بدا تكون يعني سيف زوحدان يا حتفرق للأحسن يا حت ما حتعملك إضافة كتير كبيرة بس أنا بأعتقد هلأ حيكون في تأني بتنقية الأجانب عند كل الفرق كيرمال يجيبوا العيب وما يكون عندهم بقى سبب ليغيروا هلأ بهالوقت ما في العيب بيك بروفايل ما في بعرف بدك تصبر بعض يصبروا شوي هلأ الفترة هايدي صعبة كمان فيها ماتشاة حساسة جاي بيروت حكمة هم انتمن حكمة صعبين وفيهم يأسروا بالترتيب يعني هلأ بلش شوي شوي كل ما تمرق مرحلة كل ما بيبلش الحسم والصورة صورة الترتيب النهائية ببليش تبين أكيد هلأ انت ما بتحب حدا يأكل بييده بيبلش عمر بالحمص انتوا قاعدين وانتا بيجنشونه أنا أكتر إنسان ما بحب أعمل معه شيرينج هو عمر الترك استحيل عمر قصة هاي بجننني وبيخ لا أنا أكتر فبري دا حكتنا غير قصة الحمص دا حكتنا قصة السيناء عم تحضروا سيناء بيخفوا بعد شاب يقوم بيسأل شو عم بيصير ولا كان ولا أي موفي كان يكاب له عمر للآخر وصحب برنا وشو صار قال له في كنا عم نحضر فيلم ما بعرف قلت له قدم على قرد من البنك وقبلوله قال لك كيف صار غني البطل كان فقيره كيف صار غني قلت له قدم على قرده كان نايم صار له شي نص ساعة قال لي عمر أحمد معلمني السواقة قلت له لازم نشوف كيف بتسوء إذا معلم أكبني إجا من كندا لأنه بكندا ما كان مال هذا دفتر سواقة إيه علمته سواقة مية بالمية هوني كنت أخده ونروح نسوق على الجناحة سبنس ما في ضغط صار مزموط مش حالو إيه دغري ألع دغري ألع ألع مع فريق البنات هلأ إيه دغري ألع يعني هذي أول تجربة لألو فهي دغري ألع كان قريب كتير يربح على فريق بيروت لهو بطل لبنان وعندهم مجموعة كتير حلوة وستابلتي مع الكوتش طبعهم هلأ أني مطالبين بالقياب يجربوا ويربحوا بس إيه دغري ألع خصوصا أنه ده لأول موسم لألو كوتش قبل ما روح لأسئلة الناس كامد عارف رأيك بنظام البطولة كتير حلو كتير ممتاز وبعتقد يعني الاتحاد راهن على هيدا الشي ونجح فيه نجح بغض النظر أنه يمكن منه فار للفرق الكبير واللي حطه انفسمنت كتير كبير بس بعتقد للأوديينس للجمهور ككمبيتشن حلوة كتير يعني ما فيك تفوت على ولا جيم وانتي ضغمطيها بجيبتك وما فيك تتنبأ بنتيجة المباراة قبل بوقت سو اي ثنك الفائز الأكبر هو الجمهور بطولة كتير حلوة والأم تي في بعتقد نشارتها يعني بالمنطقة في عنا فيوورز ان كان بالغرب آسيا ان كان بالخليج كله عم بتابع بطولة حلوة كتير كتير وفيها تقارب فيها من الأول والعاشر كلهم فيه والأجانب يعني عم نشوف أسام انتبه ما عندهم هالبروفايل الكبير بس عم بيقدموا أداء هقالك ليه لأنه الفرق الكبيرة ما بتفتش على اللعيب هاي ده بيجست لسن هاي ده يعني انا مثلا جاي في بلايك شو هاللعيب شو هاللقطة هاي ده اللي لقطوها الشانفير أنا مثلا ما بيجيني برافال هيك العيب على الياضي صباح جايبه من ورا رفيقه يعني لا بعتقد ضربة محلم أنا يعني كيف ديالك أفضل أجنبي بالدورة أفضل أجنبي بالدورة أنا بشوف كمان من يلي قطع كمان بتاريخ عنده ما بينفعل أنا انتبه عطول بقول اللعيب مكس من كل شي مية بالمية لا لا عنده كل شي بعتقد ضربة معلم حتى أجنب الأنترانيك ركبين ممتازين مع بعض في كلهم 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 منيح أجنب الأنترانيك عملوا كتير منيح ما بدي أنسى حدا يعني بس قابل نظام البطولي I think منيح وحماسي كتير حتى جايمل جايمل كمان أرتست إبراهيمة يعني عملين هيك التركيب حلوي مع بعض طريقة ممتازة ومكملينهم اللبنانية بالرول اللي عم يعطوه من شان هيك عملوا هالإنجازات وهالنتيج الممتازة يعني مش بالصدفة أنا دي كل مرة قلتها مع نمر قلت له ما في شي بصير بالصدفة بالباسكت قاط بيطلع ناس بقولوا هيدا مدرب صدفة وهيدا محظوظ لا حبيب ما في شي بالصدفة بصير إذا اللعيب ما بيحترم لمدرب طبعه ما بيعمل نتائج بدي يكون اللعيب بيحترم لمدرب طبعه وأفكار لمدرب طبعه لا نحن عملنا نتائجنا والقابنا بالصدفة ولا الشانفيل هو بهذا المحل بالصدفة ولا نادي بيروت ربح بطولة العرب بالصدفة ما في شي بالصدفة بالرياضة جاجا هيدا أنا كتير هيدا تستفزني دي الكلمة إنه هيدا مدرب صدفة وهيدا ربح بالصدفة وهيدا محظوظ ما في شي بدك حظ بالباسكت أكيد نحن الشوطة لا الفريسو أنت بدك تشوطة أو اللعيب شوطة مثلا تبع اسماعيل بدك حظ ولا ما بدك حظ بدي العيب بدك من ثالثي قوية لاش سلي هالأد كان السمعة إنه بدك فايت فايت خلص سلم هاتم هيدا ييسو ما في شي بصير بالصدفة فيه شغل أنتو عم تنطقصوا من الشغل اللي عم يعملوها هيدول العالم هيدول المدربين يعملها اللعيب مش عطول بيكون حقالة بس بنفس الوقت أنا بحب وبيحترم بس المدرب يحمل كل شي عظهره يعني قلت لي هلأ إنه بالنهية أنا بدفع التمن أكيد لأنه بالنهية الكوتش هو بيدير هيدا السفينة بس شو بيصير بقلب هيدا السفينة هود الناس يلي ما بتعرفها بيجيك لعيب ما بدو يلعب زعلان مفقوص مش ريقة معه بدك تتحمل بس بدك تشيل لعيب وتجيبه أنا هيك في أصحاب بيدحكونا وقت أنه بقيت إنت لأنه أنت معي ليش فرار ما بيشيل إكس يعني مش الدني مش هيك مش هالقات خبصة يعني مش أنه نحن هون بيشركة بيقل لعلى شي بيجينا أنا تعليقات لازم تمضي جاي فين بلايك لسنت الجاي من هلأ عساس أنه أنا كيفيني مبضي من هلأ بس إليلي كيف يعني برؤل عنده على شقته بأنه خلاص الرياضي ما هو ماضي مع فريق هادي هي مثلا مثلا يا شباب بالأمور ما بتصير هاك بضحكو ما هادي هي بيكون متحمسين كتير وهاك وكذا هلأ كابير مش مفروض كل العالم تفهم بيتعرف كل شي يعني بعد اللي هلأ بتكتشف قصص أنت بعدك اللي هلأ بس في قصص بتدحكني بيفكر الواحد بينين بيقوم يلا بيشحل فريق وبيجيب بيحفو في ظروف كتير ويقوم عم بيربح ولا بينين بيقوم وعم يقسر وعم يشتغل هو عم بيطعب فما بحب حدا يقلل من الشغل اللي عم يعطيه أي مدرب وخصوصا هلأ فترة صرت عم بسمع كتير فيها مع أنه أنا يعني بحب أفصل لما يكون ما عندي أجانب في حكي كتير لأيت لي أنه المدربين اللبنانية لازم بقى يرجعوا على الأرض لازم يجيب مدرب أجنبات مو مش غلط مش غلط أكيد النادي عنده كل نادي عنده حرية تامية يتعقد مع أي مدرب بس بذكرك هدول المدربين اللبنانية وقتا ما كان في باسكت وقت الثورة والكورونا هن اللي حملوا الدوري ورجعوا اللعبة على السكة الصحيحة وعملوا فرق كانوا وقتا عم بيقب ضوط شكات وبيناتس باللبناني بأعتقد بيستهل أكتر كرادت المدرب اللبناني وفي كذا ندرب حقق نجاحات على صعيد لبنان وعلى صعيد الدولي والعربي والدليل تجربة كوت جاد بالمنتخب وغطاس مع بطولة العربية والبطولات اللي أنا حققت من 2017 لهلأ بأعتقد هذه القصص أنا لأنه نصير للكوتش اللبناني شوي بتضيقني رح تروح عند أسئلة الناس هلأ في كثير ناس قالوا لي فادي مرأ قولي له بحبه تحيات تحيات هذي تحيات محمد صعب بيسألك أفضل لاعب قطع بتاريخ لبنان لك ولا تسل لبناني أكيد أصده واقل عرقجي لأني عاشرته ولأني بعرف واقل قد يتعب كتير على حاله لو أصل بس أكيد 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 فيه كمان فادي الخطيب اللي ما فيك تستسني أبدا اللي هو كمان أسطورة كتير كبيرة بتاريخ كرة تسلي يعني واقل أصدق واقل آه أنس درويش من سوريا سؤال شو بينقص فريق الوحدة لحتى يصير بنفس ببطولات مثل فريق الرياضة شو بينقص آه آه يعني ما فيك تقولي بعد كل سنين هالحرب اللي صارت بسوريا والتأخر أنه يطلعوا جيل جديد من اللعيبة آي ثنك أنه هل على السك الصحيحة بالدور السوري عم يتطوروا يوم بعد يوم ونادي الوحدة يعني بلد بعضه فيك عم تعمل baby steps بالمشاركات والخارجية وهيدي أول سنة لعله بوصل سو بعتقد السنة بعد السنة حيكون آه إلون شأن أكتر أكبر و لازم يركزوا أكتر هلأ على طلعوا جيل جديد من اللعيبة بعتقد كوتش راشا عيد بتسألك بتفكر تدرب الناشنال تيمين هدا حلم بالنسبة لألك أو لا ما أنه طالب آه لكن هو يعني مش أنه آه كان حلم كان حلم آه بطل يعني مني كتير بقى أنه متفاقل أنه معقولة تجي هاي دي الوبرتش هلأ ما بدنا نفهم غلط كوتش لا 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 أكيد أنا عمقول أنه أحلم واحد بيحلم كل واحدة بيتمنى يدرب منتخب بلده وخصوصا لما أنت تكون عملت كل شي مع العندية بس I think بعيدة عني صارت جار جعجع مش الكوتش عطول بغلط على فكرة هديك المرة فكرته هو بدأ أعتذر منه هون على الهواء أولا مبروك الفوز ببطولة دوباي سؤال وهو شو هي برأيك الأمور التكتيكية والفنية اللي استعملت للفوز على فريق مدجج بالنجوم بده حلقة اه كتير فات تكتيك كان كل الهدف الأساس أنه لا نجعل ولا لعيب من الفلبين يكون ممتع من الجاردية كان عنا أنه لو حط 40 نقطة هاورد ممنوع يكونوا ممتع من الشوتر كان كل تركيز نقف الشوتر نقف 17 و19 و15 لأنه عندهم 60% لذا نقف نقف بطريقة ممتازة قدرنا نقف الكي بلايرز وخلينا مع أنه عملنا شغل جبار عدويت هاورد يعني بعطناه على فريثرو تقريبا كتير يعني قدرنا نحض من خطورته بس كان هدفنا أنه ما يفوتوا بالجو الهدف إليا عزار بيسألك عشو بتستند تختار الكوتشينج ستاف طبعك أول شي على السئة الناس تحميلي ضهري يكون في وراي واحد بيحميلي ضهري يعني بتفضل تكون تعرفوا من قبل كوتش مش حدا جديد أكيد أنا أول مسيرتي ببطولة لبنان كنت ما بعرف حدا من المدربين فكانت كل مساعديني كانوا أجانب بعدين أحمد طلع على الساحة شوي شوي وجورج هو صديق قديم كتير كتير من 98 نحنا كنا لعبدوا بعض كهرباء رياضي ومن وقت أعرفه وصار لنا وقت نشتغل مع بعض وأنا وقت قبل ما إيجي على لبنان طلبته بالإسم يعني وقت قالوا لي مين بدك يكون معك أسستنت قلتلهم جورج عايق فهذول الشخصين أنا بوسع فيهم وبحبهم كتير آخر سؤال إذا يوم من الأيام صرت رئيس اتحاد لبنان لكرة السلة أول شي بتعملوا لمصلحة اللعبة شو بيكون الشغل على الفئة العمرية ياللي هلأ عم ينعمل ياللي هلأ عم ينعمل وبعتقد الاتحاد اللبناني حقق كتير نجحات على صعيد المنتخبات كتير مبساط ارتحت وكنت مرتاح بالحكي معك أخدت راحتي صراحة حكيت قصص ولا مرة حكية يعني إن شاء الله ما نكون استفزينا حدا أو كيف تقولك أنه حدا يفهمنا غلط أنا حكيت اللي بقلبي وحكيتك تفاصيل صارت فكتير مبسوط تانكي يلقى لك على الاستضافة بتمنى لك النجاح شكرا ببرنامجك الكتير حلو وموفق شكرا وإن شاء الله يعني إلنا لقاءات كتير على الملعب أكيد بعد مستضيفك أنا باقية باقية إن شاء الله أكيد شكرا لك شكرا لك مرسي كتير